موسيقى موسيقى السلام عليكم اشترككم و اشترككم عندي لكم موقفين و اريد اقول لكم عنهم و ابي رايكم اسفل الفيديو داك اليوم كنت قاعدة اصولي مع احد رعي سوع احد الشركات المعروفة في البلد الا يقولي تصديقي ناصر كنت تمشى بين الاقسام في الشركة و فجأة شفت ورقة مكتوطة على الارض كان دست باشيلها ما شوف الا كل الموظفين تلايموا عليه بيشلون هوي من الارض ياه الريال يقولي استخربت يعني ما احد شوفها قابل انا اشيلها ولا بس لان انا باشيل الكل يببيروين انه مهتم و يببيرسوعد يا جماعة الامراد من الموقف دي اذا شفتوا شيء جدامكم حسيتوه مبعدل او غلط عدلوه لا تقولون غيرنا بعدله او بيسويه نبينا بسابق على فعل الخير والصح لتوليد بيئة عمل ايجابية مو بلازم احد يشوفنا نسويه ترى احنا مسلمين و نأمن بان الله سبحانه وتعالى يشوفنا في كل خطوة نخطيها الموقف الثالي ذاك اليوم كنت تمشى طالع من الشغل اقب انتهى وقت العمل طبيعي برايح البيت الا اشوف واحدة تكلم موظف الاستقبال تقول لا انا لازم ادش الفرق احتاج افتح حساب ضروري بسكينة يبين عليها محتاجة و تنتظر مبلغ من احد الله يكون في اوه المهم ان لو تشوف واحد من الموظفين دوش و سمع السالفة سيدة تدخل و قال له اختي اش لاتش في الفرق حين ترى مع تطبيق الاسلامي الرقمي تقدرين تفتحين حساب فيها اربع رقائك لو تشوفون اش قد استانست المره و اشكرت الريال هذي الموظف و دعت له للألم ترى الموظف اللي هي وساعدها دي ما لا شغل في الحسابات ولا علاقات الزباين لكن مثل ما قدت لكم الله سبحان تعالى عطانا عقل اذا شفنا شي نقدر نساعد فيه او التوجيه للمسار الصحيح لازم نسويه جماعة مو بنقول مبصوبي و نمشي حتى لو كان مبصوبك على الاقل ارشد اللي الطريق الصحيح دل على الطريق الصح هذي الاشياء تساعد في خلق بيئة عمل ايجابية و فيها سحر كبير لان الناس بيتكلمون و بيقولون احنا صادنا الموقف الفلاني مع هالمكان او الموقف الفلاني مع هذي المكان لكن لو تشوفون اشلون الموظفين اللي عندهم يحاولون يساعدون فبديهيا بيبتدون الناس ايونكم لانه تناقلوا الخبر ازين عنكم وهذي ترى اقوى انواع التسويق في العالم اللي ما ينشره بفلوس يسمونها word of mouth اتمنى اني فتكم في هالمعلومات ابي رايكم اسفل الفيديو عن هذي الموقفين او الموضوعين انشوفكم على خير انشاءالله فاملنا